أدى رؤساء أعضاء المجالس والهيئة العالمية اليمينة أمام مجلس النواب غدا تصدور قرارات جمهورية بتشكيلها ومن بين من أدى اليمين مكرم محمد أحمد رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم العلام وكرم جبر رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة وحسين زين رئيسا للهيئة الوطنية للأعلام وقبيل أداء اليمين اجتمع رؤساء أعضاء المجالس والهيئة العالمية مع رئيس مجلس النواب علي عبد العال شكرا